طلعنا تريند بقى. توقع ماطش الاهلي والزمالك في السوبر. اه انت جبتينها في الحدة. بص اوقع يبقى ماطش صعب. يعني كل اللي بنتمناه ان نشوف كرة ما يبقى زي الماطش بتاع السوبر الافريكي. اه. مكنش في كرة خالص. اه. يعني كان في حماس مكنش في كرة. ماشي. خمسين خمسين. خمسين. طبعا. اي ماطش. اه. خمسين خمسين. بس مش دي النتجة لها تقلص بيها المباراة مش تقلص خمسين خمسين. ممكن تقلص استعادل وفي حد يفوز برقلات الجزاء. مين بقى اللي هيفوز بضربات الجزاء. اسمعها رقلات الحز الترجحية. انا هاعرف طيب. طب انا هاعرف من ايه. انت عايز توقع. لحظة واحدة. ولا. لحظة واحدة. طبعا. تقول اسمعها رقلات الايه. الحز. قول بقى نتيجة بالحز. اقول نتيجة بالحز. اه. الاهل عيكس. اهل عيكس. مهيب. ازا مالك بطل الصور بالرقلات انا بحب شاكتك وانتقائك. انا بحب شاكتك وانتقائك كده. انا بقول ان الاهلي هيستفيد من اللي حصل في السوبر الافريقي. لانه نظريا على الورق الاهلي يكسب المباراة. لكن احساس ان الاهلي كان نازل مغرور شوية واذا مالك عمل حساب للمباراة خاصة جومز بيو جيد التعامل مع المباراة الكبيرة. اتوقع انه المباراة دي الاهلي هو اللي هيكسب. لا لا هيكسب. انا عندي كنت من الاهلي يكسب. الاهلي ما بيخسرش لقابين ورا بعض. صعبة برضو. يعني نادرا لما بتلاقي الاهلي. طبعا المباراة اللي هو كمانك. مراش حساب بس نادرا لدى التركيز. الاهلي لما خسر في المباراة الاولى خسر. سوق اعداد. سوق اعداد للمباراة. مرة دي لو ركز يا باهم امي. هاني نوارت الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا. مهاب يا ربي خليك مهاب نوارت الدنيا. وبشكرك شكرا جزيلا. حسام نوارت الدنيا. وبشكرك شكرا جزيلا. وخير.